أكيد طبعاً كلامنا متواصل عن الأهلي والاستعداد للموسم الجديد ويمكن كمان على مدار يومين اللي فاتوا تبعنا معسكر الأهلي في النمسا واللي كان أجمل ما فيه الحقيقة حضور الكابت محمود الخطيب والحالة الحماسية والمعنوية للعبين بعد هذه الزيارة هنواصل طبعاً كلامنا عن الأهلي والتحديات اللي جاية في الموسم الجديد كل ده طبعاً وأكتر مع ضفنة الغالية الأستاذ العزيز جمال الزهيري الناقد أرياض سواح الفل عليك شباً كمان أعمل إيه أخورك إيه ليه بوحشة كبيرة أستاذ جمال الزهيري والله أنت لوك وحشة بس أنا بتابعك والله يسعدنا وإشتراك مش معنى كده أن أنا ما بصحاش ببقى صحيح لا بس أحنا عايزينك تتابعنا هنا من جوة إن شاء الله إن شاء الله معكم لا معكم على طول إن شاء الله ربنا يفديك عايزين نبتدي مع حداك طبعاً بكلامنا عن الآخر المستجدات النادي الأهلي هو طبعاً المعسكر في النمسو أكيد حدك بتتابع كل فعاليات وكل أحداث أنا بتابع على مداري اليوم الحقيقة يعني فاروق عامل فاروق عامل شغل كدير حقيقة فاروق جامد جداً وعلى مداري اليوم في كل البرامج بتابعه يعني طبعاً جبيباً شفت إيه بقى إيه الحالة لا أشايف طبعاً إن هو أولاً ده يعني يمكن لأول مرة من فترة طويلة يبقى فيه وقت إنه يتعامل المعسكر للفريق فترة اللي ما بين الموسمين يعني بهذا الشكل يعني يتعامل بشكل كويس جداً وبناء على طلبات طبعاً مرسال كولر بالضبط إنه هو طلب إنه يتعامل في النمسا وأعتقد برضو إن النمسا من الأماكن اللي هي ممكن تكون مناسبة قوي للمعسكرات يعني دولة هادية والطبيعة فيها جميلة وكده فشيء كويس يعني أن يتعامل هناك إضافة طبعاً إلى إنه وجود اللعيبة مع بعض والجانب الترفيهي اللي بيتخلى للمعسكر ده مهم جداً لأنه ده بيفصل تماماً اللعيبة عن الموسم اللي فات واللي جاي يعني بيعمل عملية ريفريشن كده وفرصة الدمج المستجدين طبعاً طبعاً إضافة طبعاً لحضور كابتن محمود الخطيب أعتقد كان نقطة مهمة نقطة مهمة جداً وإيجابية ودافعة لللاعبين أن يكون بينهم كابتن مصر وكابتن النادي الآلي أنه هو معاهم في المعسكر وبيتكلم مع كل اللعيبة وتواجد بينهم بشكل برضو فيه يعني بساطة وفي نفس الوقت رفع لروح المعنوية لكل اللعيبة يؤثر طبعاً على نفسيتهم بشكل كبير ودعابة مثلاً مع رضا سليم ومع أفشة مع كهربا دي كلها حاجات أكيد بتنعكس على روح الفريق الموجودة دي مهمة جداً يعني طيب أستاذ جمال شكل الفريق تتوقع أنه يكون عامل إزاي؟ ويسا كنا نتكلم في بداية الحلقة النهاردة يمكن مارسيل كولر بقى خلاص الموسم الجديد ده هو مستلمه من أوله يمكن كان بيتكلم لموسم اللي فات عن تلاحم المباريات عن الضغط عن كل حاجة وعلى الرغم من ده الحقيقة حققنا كماسية زي ما احنا شفنا وكان موسم قوي جداً واستثنائي لو هنتكلم عن شكل الفرقة والسكواد بعد انضمام المعارين وبعد كمان انضمام الصفقات الجديدة وفكرة بقى الرسم اللي هيرسمه كولر بداية من المعسكر وعودة بعض المصابين المهمين جداً وحتى تقلق اللعيبة اللي كانوا بعدوا عن مستواهم ده يعمل نوع من أنواع المنافسة بين اللعيبة على المراكز يعني مثلا احنا شفنا كان أكرم توفيق في وقت معين بيحتل خلاص احتل الزهير الأيمن في غياب محمد هاني أو بوعده عن المستواه النهاردة محمد هاني رجع لمستواه وبالتالي يمكن توظيف أكرم توفيق وكريم كريم فؤاد في مراكز أخرى واحنا يمكن شوفنا برضو توظيف مارس الكولر لكريم فؤاد الموسم اللي فات الفترة اللي لاعب فيها كان ما تفهمش هو فين بس هو بيؤدي دور معين مكلفه به كولر طبعا وعاودة طبعا المعاقرين دي نقطة مهمة صلاح محسن وكريم ندفد ردة سليم بقى وإمام عشور وفكرة وانضمام إمام عشور ده كله أكيد طبعا كولر يعني بيفكر دلوقتي فيه توظيف هؤلاء اللاعبين في المرحلة اللي جاية محسن